لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر خدمة سكاي من لندن سلام المناصيري الناقض الرياضي مرحبا بك سيد سلام هل تعتقد أن الخبرة تلعب دور مهم في مسألة النهائيات يبدو أن باريس سان جرمان بعد إحراز البايرم يونيخ الهدف الأول بدى واضحا ومتوترا ومتعصبا هل فعلا الخبرة كانت ستفرق في هذا الأمر وكانوا سيلعبون بهدوء وربما يتعادلوا؟ ما هو رأيك؟ مساء الخير في البداية تحية لك وليكل مشاهدي قناة الغد الأعزاء بالفعل أتفق معك الخبرة والشخصية هي ملعبة اليوم الدور الأساس في حسم نتيجة هذه النسخة الاستثنائية من دوري أبطال أوروبا نتحدث عنها كما تسميها الصحافة الأوروبية نسخة كورونا التي نحن اليوم نتحدث في شهر أوكس حتى الآن واليوم كان أسدل الستار عن نسخة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم باري مونخ الشخصية القوية في هذه النسخة الذي طبعا قدم مستويات متميزة جدا بقيادة مدربية الذي كان مساعدا واصبح لاحقا مدربا وطبعا هو المدرب فليك الذي أثبت بأنه مدرب سنشهده في كثير من النجاحات المقبلة للفريق الألماني طبعا باريسان جيرمان ربما لم يتواضع كثيرا خصوصا حتى احتفالات اللاعبين بعد مباريات دور الثمانية مباريات دور النصف النهائي أيضا شاهدنا احتفالات نيمار لم تعطي شيء من التواضع خصوصا أنك ستلاقي فريقا مثل باري مونخ الذي هزم برشلونة بالثمانية أعتقد بأن شخصية باري مونخ وكذلك خبرة هذا الفريق الذي طبعا يتوج اليوم باللقب السادس هي من حسمة الأمور وكذلك كان الصدمة بالنسبة لنيمار الذي كان يبحث عن اللقب الأول مع باريسان جيرمان وربما يتوج بجائزة اللعب الأفضل في العالم كان الصدمة لنيمار الخبرة تفوقت على المهارات الفردية شكرا لك عبر خدمة سكايب كنت معنا بلندن سيد سلام المناصيري النقد الرياضي اشتركوا في القناة